لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اهلا بيكو يا جماعة معكوشا النهاردة ان شاء الله تكملها لحلقة اول واكبر جيفاوي عملته في القناة من فترة وكان الجيفاوي التلات هدايا وهم صورة شاومي مي باند فور الاصدار الرابع وسماعة جيروم وكنت قلت ان انا هعمل السحب على تلات مراحل بحيث ان كل هدية تكون في فيديو خاص لوحدها وبحيث ان الناس كلها يكون عندها برضو فرصة انها تكسب يعني لو ما كسبتش في الفيديو الاول تكسب في الفيديو التاني او تكسب في الفيديو التالت وهكذا هكذا وخلاص كنا عملنا الجيفاوي الاول الخاص بصوار الشاومي Miband western الاصدار الرابع وخلصناه وناس كتير كانت اشتركت في المسابقة واحد بس هم اللي كان فاز بالجيفاوي بتاع صعار شاومي Miband zapot وقلت ان احنا اول ما نخلص الجيفاوي الاول الخاص بصوار شاومي هندخل على طول في الجيفاوي التاني الخاص بسماعة جيروم واول ما نوصل لعشر تلاف سابسكرايبر هعمل السحب على موبايل هواوي Y9S والنهاردة هعمل الجيفاوي التاني زي ما قلت على سماعة جيروم السماعة دي امكانياتها جميلة جدا وده الازدار الدهبي وكمان السماعة طبعا بروتوس والسماعة دي بتشبه بنسبة كبيرة سماعة أبل إيربوتس فخلونا كده نشوف مع بعض المسابقة هتكون ازاي وكمان طريقة السحب هتكون ازاي مبدئيا كده انت عشان تشترك في المسابقة الطريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك اي وقت خلص وعندك خطوطين لازم تعملهم عشان تدخل في المسابقة او تشترك في المسابقة وتدخل في السحب على سماعة جيروم ايه هم بقى الخطوطين دولة اول خطوة تعملها لو انت مش مشترك في القناة فاشترك دلوقت في القناة واعمل لايك للفيديو ده واسيب كومنت برضو في الفيديو هيكون في اسمك على الفيسبوك او على تويتر فاذا كنت بتستخدم الفيسبوك فهتسيب لي اسمك على الفيسبوك ولو كنت بتستخدم تويتر فهتسيب لي اسمك برضو على تويتر والخطوة دي مهمة جدا علشان هيكون السحب الاول من خلالها الخطوة التانية لو انت مش مشترك في صفحة القناة على الفيسبوك او على تويتر فهتشترك فيهم يعني لو كنت بتستخدم الفيسبوك فهتشترك في صفحة القناة على الفيسبوك ولو كنت بتستخدم تويتر فهتعمل فولو لأكونت القناة على تويتر وطبعا مش شرط ان انت تعمل لتنين انت تعمل اللي انت بتستخدمه يعني لو بتستخدم الفيس هتعمل على الفيس ولو بتستخدم تويتر هتعمل على تويتر وبعد كده بعد اشتراكك سواء كان على الفيسبوك او على تويتر هتعمل شي لرابط المسابقة على الفيسبوك او هتعمل ريتويت لرابط المسابقة على تويتر هسيبلكو في وصف الفيديو تحت لينك القناة على الفيسبوك وكمان أكونت القناة على تويتر وبكده تكون دخلت المسابقة واهلت نفسك للسحب وفرصتك في الفوزة تكون كبيرة بسماعة جيروم دلوقتي بقى هشرح السحب العشوائي للفايز هيكون ازاي بالزبط نركز بقى شوية كده في طريقة السحب العشوائي عشان دي برضو مهم جدا اول حاجة انا هختار 6 اسماء من اللي عملوا لايك للفيديو ده واسابوا فيه كومنت والاختيار ده هيكون عشوائي عن طريق موقع سحب عشوائي برضو مش هتدخل في اي حاجة وبعد كده هفلتر الست اسماء على حسب اللي عمل الخطوات كلها صح يعني اللي عمل الخطوات كلها صح سواء كانوا الست اسماء او خمس اسماء او اربع اسماء او حتى تلاتة هعمل السحب على اللي عمل الخطوات كلها صح واللي ما عملش الخطوات كلها هتطلعه من السحب الاخير ده والسحب التاني على الاسماء اللي اتفلترت برضو هتكون عن طريق موقع سحب عشوائي ولكن المرة دي هيكون السحب على فايز واحد بس اللي هيفوز بسماعة جيروم وبس كده دي كانت طريقة الاشتراك في المسابقة وكمان طريقة السحب وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده هسيبكوا بقى مع المسابقة اللي هتبدأ من دلوقتي حالا وان شاء الله اول ما تخلص مدة المسابقة هعمل السحب على طول على الفيس وحازة صعيد للك جميع واشوفكم الفيديو الجاي مع السلامة اهلا بكو يا جماعة معكو شا النهاردة ان شاء الله تكملها لحلقة اول واكبر جيفاوي عملته في القناة من فترة وكان الجيفاوي التلات هدايا وهم صورة شاومي مي باند فور الاصدار الرابع وسماعة جيروم وكنت قلت ان انا هعمل السحب على ثلاث مراحل بحيث ان كل هدية تكون في فيديو خاص لوحدها وبحيث ان الناس كلها يكون عندها برضو فرصة انها تكسب يعني لو ما كسبتش في الفيديو الاول تكسب في الفيديو التاني او تكسب في الفيديو التالت وهكذا وخلاص كنا عملنا الجيفاوي الاول الخاص بصوار شاومي مي باند فور الاصدار الرابع وخلصناه وناس كتير كانت اشتركت في المسابقة وواحد بس هو اللي كان فاز بالجيفاوي بتاع صوار شاومي مي باند فور وقلت ان احنا اول ما نخلص الجيفاوي الاول الخاص بصوار شاومي هندخل على طول في الجيفاوي التاني الخاص بسماعة جيروم واول ما نوصل لعشر تلاف سابسكرايبر هعمل السحب على موبايل هواوي واي ناين اس والنهاردة هعمل الجيفاوي التاني زي ما قلت على سماعة جيروم السماعة دي امكانياتها جاملة جدا وده الاصدار الدهبي وكمان السماعة طبعا بروتوس والسماعة دي بتشبه بنسبة كبيرة سماعة ابل ايربوتس فخلونا كده نشوف مع بعض المسابقة هتكون ازاي وكمان طريقة السحب هتكون ازاي مبدئيا كده انت عشان تشترك في المسابقة الطريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك اي وقت خلص وعندك خطوطين لازم تعملهم عشان تدخل في المسابقة او تشترك في المسابقة وتدخل في السحب على سماعة جيروم ايه هما بقى الخطوتين دولة اول خطوة تعملها لو انت مش مشترك في القناة فاشترك دلوقتي في القناة واعمل لايك للفيديو ده واسيب كومنت برضو في الفيديو هيكون في اسمك على الفيسبوك او على تويتر فاذا كنت بتستخدم الفيسبوك فهتسيب لي اسمك على الفيسبوك ولو كنت بتستخدم تويتر فهتسيب لي اسمك برضو على تويتر والخطوة دي مهمة جدا علشان هيكون السحب الاول من خلالها الخطوة الثانية لو انت مش مشترك في صفحة القناة على الفيسبوك او على تويتر فهتشترك فيهم يعني لو كنت بتستخدم الفيسبوك فهتشترك في صفحة القناة على الفيسبوك ولو كنت بتستخدم تويتر فهتعمل فولو لأكونت القناة على تويتر وطبعا مش شرط ان انت تعمل لتنين انت تعمل اللي انت بتستخدمه يعني لو بتستخدم الفيسب هتعمل على الفيسب ولو بتستخدم تويتر هتعمل على تويتر وبعد كده بعد اشتراكك سواء كان على الفيسبوك او على تويتر هتعمل شي لرابط المسابقة على الفيسبوك او هتعمل ريتويت لرابط المسابقة على تويتر هسيبلكو في وصف الفيديو تحت لينك القناة على الفيسبوك وكمان اتكونت القناة على تويتر وبكده تكون دخلت المسابقة واهلت نفسك للسحب وفرصتك في الفوزة تكون كبيرة بسماعة جيروم دلوقتي بقى هشرح السحب العشوائي للفايز هيكون ازاي بالزبط نركز بقى شوية كده في طريقة السحب العشوائي عشان دي برضه مهم جدا اول حاجة انا هختار ست اسماء من اللي عملوا لايك للفيديو ده وسبوه فيه كومنت والاختيار ده هيكون عشوائي عن طريق موقع سحب عشوائي برضه مش هتدخل في اي حاجة وبعد كده هفلطر الست اسماء على حسب اللي عمل الخطوات كلها صح يعني اللي عمل الخطوات كلها صح سواء كانوا الست اسماء او خمس اسماء او اربع اسماء او حتى ثلاثة هعمل السحب على اللي عمل الخطوات كلها صح والسحب التاني على الاسماء اللي اتفلترت برضو هتكون عن طريق موقع سحب عشوائي ولكن المرة دي هيكون السحب على فايز واحد بس اللي هيفوز بسماعة جيروم وبس كده دي كانت طريقة الاشتراك في المسابقة وكمان طريقة السحب وعشان ما تقولش عليكم اكتر من كده هسيبكوا بقى مع المسابقة اللي هتبدأ من دلوقتي حالا وان شاء الله اول ما تخلص مدة المسابقة هعمل السحب على طول على الفايز وحظة صعيد للك جميع واشوفكم الفيديو الجاي مع السلامة ولكن المرة دي هيكون السحب على فايز واحد بس اللي هيفوز بسماعة جيروم وبس كده دي كانت طريقة الاشتراك في المسابقة وكمان طريقة السحب وعشان ما تقولش عليكم اكتر من كده هسيبكوا بقى مع المسابقة اللي هتبدأ من دلوقتي حالا وان شاء الله اول ما تخلص مدة المسابقة هعمل السحب على طول على الفايز وحظة صعيد للك جميع واشوفكم الفيديو الجاي مع السلامة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة